اشتركوا في القناة وقدية التدريب ده مهم جدا بالنسبة لنا خاصة في المنشآت الصناعية او المؤسسات الصناعية لجميع الافراد اللي بيعملوا داخل هذه المنشآة خدنا اننا عشان اعمل خطة تدريب وابتدي ابعثها لادارة الموارد البشرية اللي هي بتقوم بدراسة هذه الخطة ورؤيتها والموافقة او الرفض لها وده ليه لان انا لما اعمل تدريب هيتم الصرف عليه من ميزانية المؤسسة الصناعية فبيقوم ادارة الموارد البشرية بدراسة الخطة دية على اساس ان هل هي هتساعد على شيء او هيطلع منها اي ناتج يعني الفلوس اللي هيتم الصرف على التدريب ده هيكون فيه عائد اللي هو الافادة منه وبالتالي زيادة الانتاج وبالتالي اللي تم صرفه هيبتدي يرجع لنا تاني في جودة المنتج وفي زيادة المنتج وبالتالي زيادة سعر هذه السلعة اللي هيتم انتجها فبالو كانت الخطة بتاعت التدريب محطوطة وموضوعة بشكل جيد موارد البشرية بتاعتنا او ادارة الموارد البشرية بتاعتنا هتبتدي ان هي توافق عليها وقلنا ان احنا عشان نحدد تدريب ايا كان نعلو ان احنا عندنا انواع كثيرة جدا من التدريب هناخدها دلوقتي ان انا لازم الاول اعمل تحليل وظيفي واعمل كمان تحليل لافراد نفسهم واعمل تحليل للعمل نفسه يبقى انا كده الهيكل التنظيمي بحلله الافراد اللي انا هقوم اللي هما داخل المنشأة او المؤسسة الصناعية كمان بعمل لهم تحليل ان انا عن طريق بقى استبيان عن طريق سؤالهم مباشرة وكمان بعمل تحليل العمل على اساس كل الكلام ده انا بقوم بعمل التدريب النهاردة ان شاء الله هناخد عندنا انواع التدريب او انواع برامج التدريب هو التدريب اصلا يعني ايه هو تغيير في انماط صلوك الفرد اللي موجود داخل المؤسسة الصناعية انا وبعدين عندي منه انواع ممكن يكون انا بقولش بقى انواع البرامج انا بقول انواع التدريب في منه يكون تدريب سلوكي يعني انا ملاحظ ان سلوك الفرد اللي انا هقوم بتدريبه ده داخل المنشأة الصناعية السلوك بتاعه شوية تغير عداء شوية ما هواش مفيد ما بتطلعش المنتج باكمل واجه غيابه كتير يبقى انا على طول درجة الكفاءة بتاعته قلت ببتدي على طول اعمله هنا ايه تدريب تمام يبقى ممكن يكون سلوكي ممكن يكون مهني يعني خاص بكل ما يحتاجه المهنة بتاعته من مهارات او طريقة العمل يبقى انا حددت نوع التدريب حسب الاحتياجات الموجودة عندي داخل المؤسسة الصناعية انما ايه هي بقى برامج التدريب يعني ايه انواعها قال لي برامج التدريب انواعها اول حاجة البرامج التوجيهية دي اول نوع في برامج التدريب تاني نوع عندي التدريب في الوظيفة او في اماكن خاصة طبعا كل نوع من الانواع دي هناخدها بالشرح دلوقتي تالت نوع عندي التدريب العلاجي اخر نوع التدريب للترقية انا عندي كم نوع لبرامج التدريب او البرنامج هو البرامج التوجيهية تاني نوع اللي هو الايه التدريب داخل العمل او داخل الوظيفة او في اماكن خاصة تالت نوع عندي اللي هي الايه بقى العلاجي اللي هي البرامج العلاجية رابع نوع من انواع برامج التدريب وهو التدريب للترقية هنبتدي مع بعض ناخد كل نوع وطريقة شرحه عندي اول نوع هو البرامج التوجهية ودي عادة بتبقى للموظفين او الافراد الجدد داخل المؤسسة ليه بقى لان انا الفرد ده او الموظف ده او شاغل الوظيفة جاي المصنع ايا كان يعني كانت مهارات هو وثق فيها وبيعرف يشتغل كويس جدا خاصة لو في الملابس او في الطريق على المكان او على الوظيفة اللي موكلة اليه ولكن عنده عدم ثقة في النفس وخوف وقلق لان اي حد فينا لما بيكون رايح وظيفة جديدة بيبقى عنده الحتة دي نوعي بقى الان يبقى مش مرتاح نفسيا يبقى عنده عدم ثقة مش عارف يتعامل مع الاشخاص اللي موجودين معاه في العمل فانا بعمله برنامج توجيهي علشان مش بس اعرفه على مهارات الوظيفة بتاعته لا كمان اعمل ايه اخليه حس ان العمل بتاعه مهم جدا قدي ثقة في نفسه قدي ايه ان انت مهم جدا في العملية الصناعية اللي انت جاي تشتغل فيها وبالتالي ده بيديه زي رضا نفسي علشان اقلل التوتر او القلق اللي موجود عنده يبقى لما ايجا اقول عارف البرامج التوجيهية اللي هي من انواع برامج التدريب هقوله هي التعريف الموظف الجديد على مهام عمله وتقديمه لزمولائه في العمل واعطاؤه فكرة عن اهمية وظفته علشان سرعة ارتباطه بيها اخليه يرتبط بوظفته ايه كمان عشان اخليه يتغلب على مشاعر الخوف زي ما قلنا او القلق او الارتباك اللي بتصاحب اي حد فينا رايح لاول مرة عمل ايه عمل جديد وبالتالي هيبتدي يشعر بالرضا كلنا اوما بالروح اي عمل جديد يبقى عندنا قلق في ناس مننا بتتخبط كتير جدا بتبتدي العلاقتها بالزملاء اللي حواليها ما هي لسه برضو بيدرس بيشوف لا انا هبتدي بالبرنامج ده او بالتدريب ده انه خليه يشعر بالرضا نتيجة ان انا هعرفه يتعامل ازاي مع الزملاء اللي حواليه وكمان ادي له احساسه اللي هو اهميته بالنسبة للعملية الصناعية هاجي بعد كده التدريب في الوظيفة او في اماكن خاصة هنا بقى مهم عندي الحتة دي مش كل الناس بتتدرب داخل العمل بتاعها ليه لانه ممكن اثناء التدريب في الوظيفة داخل المكان بتاع العمل يحصل بعض المشاكل زي تلف بعض المعدات اصابة المتدرب نفسه وممكن كمان اصابة زمال ونتيجة تلف المعدات ده ان يكون فيه معدات غالية السمن ونتيجة التدريب عليها قدت الى بعض الخسائر او بعض التلف لها طبعا ده هيكلفني مبالغ طائلة كده ايه كمان ان ممكن مكان العمل لا يسع قدرة العدد اللي هيتم تدريبه فانا في الحالة دي ببتدي ادور على مكان يكون مناسب للتدريب وفي نفس الوقت يكون محاكل لنفس طريقة العمل يعني يكون موجود فيه حاجات تبقى زي اللي موجودة جوه داخل العمل بالظبط اقدر ادرب العامل عليها يبقى التدريب في الوظيفة او في اماكن خاصة عندما يكون مكان العمل لا يسمح بالتدريب يتجه التدريب الى اماكن خاصة فقد يكون العمل صعبا او يؤثر على الانتاج او يتعرض المتدرب نفسه الى الخطر مش كده وبس ان سلامت كمان الافراد الموجودين الاخرين معاه فبنعمل ايه بيبتدي تدريب شبه اماكن العمل الفعلية بسميها اماكن ايه اماكن خاصة يبقى انا دلوقتي لو جاني سؤال وقال لي هو ولماذا يتم تدريب الافراد في اماكن خاصة غير مكان العمل هقوله خوفا من تعرض المعدات غلية السمن للتلف خوفا من تعرض المتدرب نفسه لاي خطر ومش كده وبس وخوفا على زملاء في العمل ان هم ممكن يتعرضوا برضو لاي ايه لاي اسباب تضر بيهم النوع الثالث هو التدريب العلاجي احنا كده التدريب التوجيه قلنا ده للعمال الجدد عشان نديهم احساس بالرضا النوع الثاني اللي هو التدريب في اماكن خاصة او في العمل وعرفنا ان انا امتى بخرج من الوظيفة التي المفروض اتضرب فيها اطلع لاماكن خاصة ناخد التدريب العلاجي وهنا التدريب اللي تم تدريبهم عليه يجي يرجع تاني للمصنع او للمؤسسة الصناعية بتاعته ما يديش نفس النتيجة المطلوبة منه يعني ما بيشغلش على الطريقة السريعة اللي بتوفر الجهد مثلا ما بيبتديش يطبق كل اللي تعلمه ناسي مثلا الحاجات اللي اتضرب فيها ففي الحالة دي انا مضطر اعمله تدريب علاجي بس عشان اضربك مرة تانية طبعا مش هينفع ده لان هو هنا هيحس بالمهانة لان كأني انا بقول له انت زكاءك قليل انت كفاءتك قليلة فممكن الموظف او الفرد اللي هو منوت اليه التدريب يكون اساسا ده بيؤثر فيه نفسيا فطب اعمل ايه في الحالة دي اعمله تدريب علاجي عن طريق المجموعة يعني اختار مجموعة من الافراد وحط هو ضمن الافراد دي اللي انا هعمل لهم التدريب على نفس البرنامج واسناء التدريب اتك عليه هو شوية يعني ازيد تاني بالنحيته ابقى فيه تركيز شوية معاه على اساس يبقى انا كده اتدربت المجموعة المعاه وفي نفس الوقت ادربت هو هو مرة تاني علجت القصور اللي موجود عنده من غير ما خليه يلاحظ انه هو كده ايه انه هو كده مثلا زكاء كان منخفض او نسبة النسيان عنده كانت زي ايه ده يبقى التدريب العلاجي يحتاج العامل الى تدريب اضافي اذا فشل في تحقيق مستوى الاداء المطلوب تمام او ادخال وسائل وآلات حديثة فمعرفش يشتغل عليها رغم ان انا دربتوا عليها يبقى في الحالة دي اروح عاملة تدريب علاجي من غير موجه نظره ان انا هدربك مرة تانية عشان انت مؤثر في واحد اتنين ثلاثة حطه بين مجموعة ان انا اكون عايز ادربها فعلا وابتدي ادربهم بس اركز شوية مع هذا الفرض اللي انا بعمله عملية علاج لنواحي النقص اللي بانت لما جيه يقف على الماكينات او الالات بتاعتي النوع التالت للتدريب وهو التدريب للترقية وهنا مهم جدا التدريب ده وكمان بيعمل على حماس العاملين لان انا دلوقتي لما جي اقول ان المجموعة دي هيتم يتدريبهم عشان يترقوا يعني هيروح وظيفة اعلم الوظيفة اللي هم بيشتغلوا فيها بما ان هو هيروح لوظيفة اعلم الوظيفة اللي هو بيشتغل فيها يبقى هو في الحالة دي محتاج مهارات اعلم المهارات اللي هي عنده فلازم ان انا اعمله اعمله عملية تدريب علشان يقدر يمارس المهنة جديدة اللي هي محتاجة كمان مهارات ايه مهارات جديدة يبقى التدريب للترقية هي تدريب الافراد الى وظائف اعلى ويلزم ذلك مهارات وظيفية اعلى وهم في وظائفهم الحالية يعني انا مش هعمل كده واشيلهم الوظيفة اللي هم موجود فيها كده يبقى انا وقفت مرحلة من مراحل الانتاج وهم داخل وظائفهم اللي موجودين فيها هقوم بتدريبهم على الوظائف الجديدة اللي هيتم ترقيتهم فيها واكسبهم المهارات اللي انا محتاجها للوظيفة دي يبقى انا دلوقتي لما اجي اسأل ما هي برامج التدريب هقولهم اربع برامج برامج توجيهية برامج في العمل او في الوظيفة او اماكن خاصة برامج علاجية وكمان عندي برامج للترقية يبقى دي اسمها انواع برامج التدريب هنيجي نكمل بعد كده طيب هو ايه العوامل اللي على اساسها بتنجح سياسة التدريب يعني انا دلوقتي عملت التدريب بس عايز اعرف انجح التدريب ده ازاي هقوله تمام اول حاجة العناية بوضع برامج تدريب ناجحة تحقق افضل نتيجة يعني انا لما احنا اتفقنا لما جينا نتكلم في الحلقة السابقة عن التدريب واهميته قلنا ان هو مهم جدا وانا بحط خط التدريب ان التدريب ده يكون فيه منه نتيجة او يكون محدود له هدف هيتم تحقيقه لان فيه بعض الشركات او المؤسسات الصناعية بتقوم بعمل التدريبات وما فيش منها اي نتيجة وما بيحصاش غير ان بيتم صرف من الميزانية الخاصة بهذا المصنع وبيتلا يبقى فيه خسارة بالنسبة للربح للمصنع ده فلازم لما اجي احط خط التدريب اولا يكون متحدد كويس اوي الهدف من التدريب ده علشان الاقي النتيجة له متحدد الاشخاص اللي هم عايزين مفروض ان هم يتدربوا واتفقنا ده كله هيتم عن طريق ايه عن طريق تحليل الهيكل الوظيفي للمؤسسة دي تحليل الافراد اللي موجودين في المهن المختلفة داخل المؤسسة وتحليل مهام العمل اللي انا هكلفهم بي يبقى اول حاجة لنجاح سياسة التدريب هي العناية بوضع برامج ناجحة لتحقيق اداء افضل ايه كمان حماس العاملين لتحقيق اداء افضل اححمسهم ازاي احنا دلوقتي لما اجي لعدد من الافراد واقول لهم انتوا هتتدربوا طبعا هتليه لان انتوا محتاجين مثلا انتوا هتروحوا على مكان جديد او قلات جديدة فهنكسبكم مهارات جديدة هنا انا عملت ايه حمستهم حمستهم ازاي انا قلت لهم ايه الهدف اللي انتوا علشانوا رايحين التدريب ده فيبقى عندهم حماس جامد مش كده وبس ده انا عملت روح منافسة العمال اللي انا موضيتهمش معاهم في نفس التدريب هيضايقوا فيبتدي كفاقتهم الانتاجية يخلوها جيدة وبالتالي هيزودوا في الانتاج ليه بقى ان الحماس اللي عند العمال هو بعضها ده هيديني ايه بقى ان هو عنده احساس ان عايز يتدرب اول ما اقول يا فلان ويا فلان او عدد من الافراد عندكم تدريب هيبقى فرحانين ومبسوطين للتدريب ده عكس لو التدريب ده راحوا قبل كده ما استفادوش منه غير تضيع للوقت وما فيش اي نتيجة فهتلاقى اول ما اقول في تدريب هنلاقي الافراد الموجودين داخل العمل ما عندهمش اي نسبة حماس ده بالعكس ممكن يكونوا متضايقين اصلا ان هم هيتم تدريبهم يبقى عشان انجح سياسة اي تدريب لازم ان انا اعمل حماس للعمال او الافراد اللي هقوم بايه بتدريبهم ارتفاع الروح المعنوية للعمال لازم يكون عندي ارتفاع الروح المعنوية بان انا اقول انت لو اتدربت هتقف على المكانة المتطورة اللي جاي المصنع يا سلام دي ايه بتدي له ثقة في نفسه داخل العمل ان هو تم اختياره عشان يتدرب لان هو من كتر جودته في المنتج والتزامه بالمواعيد وبيطلع المنتج بتاعه كفاقته عالية هيتدرب احنا اتفقنا ان الكلام ده هيعمل ايه هيخلي اي حد عارف ان عنده تدريب نفسه يروحه ده يمكن كمان مستني حد يقوله يلا عشان تتدرب تمام كده تمام ايه كمان من نجاح سيسية التدريب ثقة العمال في التدريب ان هو هيرجع عليهم بالنفع ان انا لما هتدرب هنتفع من هذا التدريب هكتسب مهارات من التدريب ده ومس شرط المهارة اللي بيكتسبها العامل انها تكون مهارة على مكان او مهارة على معدات ده ممكن تكون مهارة تغير من سلوكياته يعني مثلا هو عدواني شوية ما بيعرفش يتعامل مع الاخرين معاه في المؤسسة الصناعية بتاعته فهو هنا ايه اللي هيحصل هيديه ثقة في التدريب اللي هو رايح له لان اللي سبقوا الحتة دي مهمة جدا لما راحوا تدريب زي ده رجعوا بمنفع وحسوا ان هم استفادوا من التدريب ده نرجع بعد كده ثقة العمال في انفسهم وقدرتهم على استعاب الجديد في التدريب مهم جدا ان يكون عندهم ثقة علشان يقدروا يستعيبوا اي شيء جديد هيتم تدريبهم عليه لابد للتدريب ان يهدف الى الاجباع الوظيفي والانتاجية العالية انا دلوقتي هيتم تدريبي ورايح تدريب علشان انا هقف على مكانة او ان انا المكانة دي اتزود فيها تكنولوجيا او تم تزويد بعض الاجزاء فيها السرعة بتاعتها مثلا زادت لانتاج اكثر من القطع او الملبس فانا دلوقتي رايح عشان اتدرب يبقى لازم التدريب اللي انا رايح هو انا كل حماس وكل امل وحاسس بثقة في النفس ان انا هرجع مستفاد من التدريب ده ان يكون فعلا فيه اجباع وظيفي وانتاجي العامل يرجع او الفرد اللي هيتم تدريبه يرجع وهو حاسس ان الاجباع الوظيفي من ناحية المهنة اللي هو بيمتى هنا راجعه وعنده ثقة جمدة جدا واي مكانة هو اتدرب من خلال التدريب عليها هيقدر يوقف عليها وبالتالي ده بيدي ثقة في النفس ايه كمان من نجاح سياسات برامج التدريب هي سياسات الترقية دي بتدعم سياسة التدريب جدا احنا لسه حالا ايليم ايه ان من انواع برامج التدريب التدريب للترقية هنا برضو نفس الكلام لما اجا اقول انت هتتدرب عشان تترقى لمهنة اعلى فانا رايح اكسبك مهارات اعلى او مهارات غير اللي موجودة عندك ايه اللي هيحصل هنا دي بتعمل ايه دي بتحسسه بالثقة وبتحسسه بالارتياح ويبقى رايح للتدريب ده وهو عنده استعداد يتلقى اي معلومات التدريب يهدف ايضا لاعداد اشخاص اصحاء زينيا ونفسيا ما احنا اتفقنا التدريب مش بس على مهارات يدوية ده التدريب كمان تغيير لانماط السلوك يعني انا ممكن كمان ان انا اعمله تعديل سلوكي بسبب التدريب ده تمام تمام مش كده وبس وكمان اقدر ان انا اغير العامل ده زينيا يعني اذا كان كلنا عارفين انه لما بنتحط في وظيفة ما اللي بيحصل يجي حدي يلا عشان تتدرب انا كده ممسوط لو دخل اي حاجة جديدة او اي تطور تكنولوجي جديد او اي تطور للمعلومات جديد يقول لا لا مش مهم انا كده كويس لا احنا هنا بنعمل ايه احنا هنا بنعمل تدريب علشان ناهلك ذهنيا ونفسيا وده بيعرفوا منين ما هو العمال لما بيرجع او الافراد لما بيرجعوا يبتدوا يحكوا البعض هو ايه اللي حصل في التدريب ده غير ان هو بيلاحظ ان الزميله اللي هو موجود في العمل لما تدرب جيه واقف على مكانة احدث من المكان اللي هو واقف عليها يبقى معنى كده ان هو استفاد يبقى انا التدريب مش بس بيركز على المهارات اليدوية او العملية لا ده كمان بيعمل تغيير زهنيا ونفسيا تشجيع المتدرب على التحليل بقصد الوصول الى حلول المشاكل اللي بتعرض لها انا لما ابتدي ادرب اللي بيحصل في التدريب يا جماعة اللي بيحصل ان اثناء التدريب فيه مدرب المدرب ده بيقوم بالتدريب المجموعة اللي هي جاياله عشان تتدرب مش هو بس اللي بيفضل قاعد يدرب ويعدي في معلومات لا اللي بيحصل ان المشاركة بيبتدي ياخد اراء المتدربين اللي قاعدين قدامه طب ده لي فايدة طبعا انا كده عملت ايه نميت عنده روح المشاركة وايجاد الحلول لاي اعطال لاي مشاكل تقابله اثناء العمل يبقى انا عملت ايه من سياسة التدريب بتاعه عشان تبقى نجحة ان انا شجعت المتدرب على انه هو يقول اراء الاراء دي ممكن تحل مشاكل هو تعرض بيتعرض ليه اثناء الايه اثناء العمل هنيجي بعد كده كمان يشجع البرنامج الاراء الصريحة عشان اعرف جميع وجهات النظر المختلفة اتفقنا ان اثناء التدريب انا كمان مش بس باخد منه اراء انا كمان بطلب منه رأيه بمنتهى الصراحة انا بشجعه انه هو دائما وابدا يقول ايه يقول اراءه الصريحة ليه عشان اعرف وجهات النظر عشان من وجهات النظر دي هعرف امشي كل عامل موجود على الالة المناسبة ليه او كل فرد تم تدريبه ايه العمل المناسب ليه وببعض الاحيان الاراء دي بتفيد يعني ممكن مش شرط كل الاراء الصريحة تبقى سلبية ده ممكن تكون ايجابية وتفيدني في ان انا اعمل حاجة جديدة داخل المؤسسة الصناعية بتاعتي ان يكون البرنامج مارينين وذلك لتتاح لهم الفرص في تجربة الطرق الجديدة وادخال مقترح او تعديل عن اقتناع وفائدة يبقى مهم جدا ان التدريب ده يكون مارين وكلمة مارين يعني ايه؟ يعني ما يبقاش تدريب محطوط انا واحد اتنين تلاتة اربعة خلاص التدريب خلص لا احنا اتفقنا عشان التدريب ده ينجح لازم يكون في سياسة الرأي والرأي الاخر لازم يكون فيه الرأي الصريح بدون الخوف او بدون ان هو يبقى الان لو قال رأيه الصريح ده يحصل ان هو يمشي من الشغل ولا حاجة لأ لازم يكون التدريب مارين علشان ايه؟ علشان اقدر ادخل اي مقترح جديد او اي مهارة جديدة هتفيد العامل والعامل يبقى عنده استعداد لايه؟ لاستقبلها نيجي بعد كده بقى احنا كده اتكلمنا ما هي العوامل اللي بتؤدي الى نجاح سياسة اي برنامج تدريبي عايز اعرف بقى ايه الهدف اصلا من التدريب؟ يقول لي اهداف التدريب هو ان يصبح الانتاج هنشوف ايه بقى بالجودة القياسية المطلوبة شوف يعني انا مش بعمل تدريب ما خلي اي مؤسسة صناعية هتقرر انها تعمل تدريب التدريب ده من اول ما بتوضع عليه خطة بيتم الصرف عليه من ميزانية الشركة دي فاي صاحب شركة مهم جدا نحافظ على رأس المال بتاعه فبيعمل ايه؟ بيبقى مقرر انه هو التدريب ده هيزود له الانتاج التدريب ده الافراد اللي هترجع من التدريب هترفع الكفاءة الانتاجية للمنتج بتاعه ان التدريب ده هيتعود العمال او الافراد اللي تم تدريبهم على انهم ينتجوا اي منتج يطلب منهم في الزمن المتفق عليه لا هيتأخر ولا ده يمكن لما يتقدم كمان يبقى احسن يبقى من اهداف التدريب هو ان الانتاج يكون بالجودة القياسية المطلوبة بالكميات الصحيحة ويكون في الزمن المتفق عليه في مصانع الملابس الجهزة والتريكو الالي اللي بيحصل بيتم الاتفاق مثلا انا هطلع 600 متر مثلا في الاسبوع او هطلع 200 بلوزة او فستان خلال فترة معينة من الزمن فانا لما بعمل تدريب ابقى فاهم كويس اوي ان التدريب ده ليه ثلاث اهداف مهمين جدا اول هدف ان الافراد دول هيطلعوا للمنتجات اللي انا طلبت ان هي يتم انتاجها تمام على ايه بقى بجودة قياسية المطلوبة تاني حاجة ان هيتم بالكميات الصحيحة يعني لو انا قلت 1200 بلوزة او 1600 فستان او 2000 متر يطلعوا بنفس الكمية اللي اطلبت منهم تالت حاجة ان الانتاج يتم في الزمن المتفق عليه وده الهدف بقى الاساسي من الايه من التدريب لاني تخيل كده لو انا عندي مؤسسة صناعية اتحقق فيها تلات اشياء دول طلعت منتج بكفاءة عالية طلعت الكمية المطلوب منها وكمان في نفس المدة الزمنية المحددة طبعا انتاج ايه ده زيادة في الانتاج مش كده وبس سمعة هذه المؤسسة هتبقى معروفة ان اي طلبات بتطلب منها او اي طلبية بيتم الطلبها من المصنع ده بيتم بالكفاءات او بالاهداف التلاتة يبقى كده ايه اللي هيحصل الربحية بتاعة المصنع ده هتزيد وبما ان الربحية زادت يبقى اقدر اجيب مكان حديث كل حاجة مرتبطة ببعضها هنيجي بعد كده بقى خطة التدريب يبقى احنا الاول اتكلمنا عن انواع التدريب بس مش التدريب لاني قلنا فيه تدريب سلوكي وفيه تدريب مياني انما قلت انواع برامج التدريب اتكلمنا ازاي انجح سياسة التدريب واتكلمنا عن هداف التدريب نفسها وقلنا ان هم تلاتة عايزين بقى نعرف هي خطة التدريب المفروض ان انا بعملها في الاول خالص هي ايه تعرفها هقول لتحقيق هذا الهدف بنجاح عشان اقدر اعمل خطة التدريب بنجاح يجب تصميم برنامج تدريبي مبني على المفاهيم العلمية التالية لما اجي اعمل خطة التدريب لازم لازم ايه ان انا اعمل تدريب مبني على المفاهيم العلمية اللي هي هتعمل ايه في الاخر هتنجحني التدريب ده طب ايه هي المفاهيم العلمية لوضع خط التدريب يجيني السؤال كده يقولي ما هي المفاهيم العلمية عند وضع خط التدريب هقوله اول حاجة لنجاح اي عملية تدريبية لازم اقسها وحدد زمنها ومش كده بس وكان متدرب انا محتاجا عندي يبقى انا اي خط التدريب عشان تبقى نجحة لازم اقسها يعني اقول انا عايز منها مثلا ان بعد التدريب ده ما يخلص المتدرب ده يقدر يقف على مكان التريكو الالي او مكانة معينة من المكان الالي ان المتدرب ده يقدر يقف في خط الحياكة اللي هو خط الخياطة تمام كده ده بالنسبة لمصانع الملابس يبقى انا عملت ايه اول حاجة قسط هذا التدريب حددت له زمن يعني قلت التدريب ده ممكن يتم في 3 في 4 في 5 في اسبوع اسبوعين وهكذا ايه كمان تطوره لده كل المتدرب هل المتدرب اللي جاي ده هيطلع متطور وفكره متغير وغيرته ذهنيا ومهاريا ونفسيا ولا لا يبقى عشان قضع خطة لازم اخد بالي اول نوع موجود عندي او اول مفهوم علمي موجود عندي تاني مفهوم علمي يتم اكساب المهارات بترتبها لما يجي حد يتكلم او يشرح اي درس مثلا نقول ايه يدي من الافسط وبعد كده يبتدي يتدرك في الصعوبة لان العقل البشري ما يقدرش ياخد الحاجة الصعبة الحاجة الصعبة في الاول وخاصة لو الحاجة دي او المهارة دي لسه مستجد عليها فبالنسباله كل معلوماتها ممكن تكون كتابية هو حصل عليها من معلوماته داخل المدرسة او داخل المعهد او داخل الكلية لكن ما امشي بيها عمليا فمعلوماته بس هي اللي موجودة فانا هعمل ايه لما حب اكسب مهارة لاي متدرب لازم ابدأ بالترتيب بالترتيب بمعنى ايه يعني من الاسهل الى الاقصر تعقيدا لاني وانا ماشي معاه بالترتيب مخو هيبتدي ايه هيبتدي يتكون ان هو فيه مهارة دقلة جديدة عنده فانا ابتديت معايا من الابسط للاقصر تعقيدا هو مخو ابتدى يستوعب المهارة من اولها فهيفهم اي صعوبات موجودة بعد كده ايه كمان تحليل المهارات للعملية الانتاجية اللازمة خاصة لعمال الخياطة ده مثال مثلا هو عمال الخياطة اللي عندي فاي مصنع من مصانع الملابس مفروض يتدربوا على مهارة معينة مش كده احنا بنقول مثال مثلا اللي هي تحليل المهارات للعملية الانتاجية فقلنا مثال اول حاجة عندي اللي هو مثلا انا عارفين عندنا كل مصانع الملابس الجازة او التريك وعبالة على المراحل متصلة بعضها تسلسل من المراحل ما ينفعش مثلا ده مصنع لقص للعمل البطرون او ده مصنع للقص او ده مصنع للخياطة لا انا عندي مجموعة من التسلسل للمراحل عشان في الاخر اوصل للمنتج بتاعي فخدنا مثال لو انا عندي دلوقتي عامل في قسم الحياكة او الخياطة ايه هي المهارات او اخد بالي من ايه عشان اكسبه مهارات هذه المهنة هقول اول حاجة هبتدي بالشرح عشان اشرح لي مهارة الخياطة لازم احنا لما جينا ناخد المعدات عملنا ايه لما جينا ناخد المعدات بتاعتنا من اولة لتانية لتالتة هو ينفع ان انا اشرح اي معدة عندي هستفاد منها من غير ما يكون عندي اما فيديو شرحه او وسائل اضاح رسمي للمكنة دي مثلا لا مش هينفع يبقى لما اجي اكسب مهارة وقلنا مثال عامل الخياطة الموجود داخل المصنع يبقى لازم ابدأ معايا في الشرح بوسائل اضاح وبعد وسائل اضاح العرض العملي للتنفيذ وبعد العرض العملي التأكد من ان المتدرب قد فهم المطلوب بشكل صحيح يبقى انا اديت بس مثال على ان انا لما اجي اكسب مهارة لاي فرد هيتدرب خاصة في قسم لابس او قسم تريكو ان انا اكسب المهارة من الابسط الى الاقصر تعقيدا فقلت طب اديني مثال عشان افهم انا قلت مثلا عامل الخياطة اللي هو موجود من مرحلة من مراحل المت اللي هي بتبقى مرتبطة بعدها داخل المصانع فقال لي مثلا اول حاجة ان انا هقوم بشرح المهارات بتاعتي بس الاول بوسائل اضاح ممكن بقى تكون فيديو تكون رسمة للمكن وهكذا او رسمة للبطرونات او رسمة للمكنة اللي انا اعود عليها في الخياطة تاني حاجة على طول ابتدي اشتغل معاه في العمل اخده بقى على المكنة دي وابتدي اوريه لضم المكنة طريق التشغيل المكنة طريق التغيير الابرة وهكذا وبعدين وبعد كده اتأكد ان المتدرب ده فهم كل المطلوب منه في عملية التدريب يبقى امشي من الاسهل الى الاقصر ايه صعوبة تبني المهارات واحدة تلو الأخرى يعني انا دلوقتي لو عندي من التدريب ده هيتم اكتساب المتدرب اكثر من مهارة يعني مش بس مهارة الخياطة مثلا لا ده كمان هو هيكتسب مهارة القص احنا مش اتفقنا قبل كده ان ممكن يكون شاغل وظيفة قايم بوظيفتين مع بعض وقلنا ساعتها ان انا بحلل الوظيفة واشوف هل الموظف ده او العامل ده قادر يقوم بيهم هما الاتنين فانا حلل الوظيفة عشان لو مش قادر بجيب له موظف اخر هو ده لو انا هكسب العامل ده اكثر من مهارة يبقى الاول ابدأ بمهارة وبعد كده المهارة الاخرى ليه بقى لان اي انسان ما يقدرش يكتسب اكثر من مهارتين في وقت واحد لا هتلاقي تملي حتى لو قادر وقعد وزمد في التدريب على ان هو يكتسب اكثر من مهارة هتلاقي اول مهارة خدها هي الاكثر تركيزة بالنسباله والمهارات الاخرى يعني خد منها مثلا نقول 40% فما ينفعش احنا عايزين نعمل خط التدريب تقوم على المفاهيم العلمية الصحيحة علشان كله مرتبط ببعضه سياسة التدريب ده تنجح علشان المتدرب الخارج ده ما اضطرش اعمله تدريب علاجي تاني يبقى انا لازم اعمل ايه اقسب المتدرب مهارة طلوة الاخرى امتى لما تأكد ان المهارة الاولى اللي تم تدريبه عليها هو اكتسبها كاملة مش كده وبس وكمان ادر ان هو ايه يقوم بيها لا نتوقع من المتدرب اثناء وضع خطة التدريب انه يكتسب اكثر من مهارة دفعة واحدة ما تتوقعش ده ما تقولش لا ده هو دماغه كويسة ده انا لما هتديله عشان اوفر والتدريب ما ياخدش زمن كبير والتدريب يبقى في مدة قليلة وما عملش تدريب للمهارة التانية انا هكسبه في التدريب ده اكثر من مهارة لا ماينفعش التدريب لازم يكون مهارة او مهارتين بالكثير جدا ماينفعش انه نديله مجموعة من المهارات دفعة واحدة لا يجب البد في تدريب المتدرب على المهارة التانية قبل ما يجيد المهارة الاولى احنا لسا قلين يبقى احنا بالنسبة للمهارات هدي مهارة طول والاخر يعني مهارة وراها المهارة التانية ومش هديله كمان مهارة على طول كده وراها اتأكد الاول انه هو اكتسب المهارة الاولى بنجاح خلاص تمام اكتسب المهارة الاولى يعني لو حبينا ندي مثال مثلا لو قلنا اللي هو وقل اللي بيرسم البطرون دلوقتي عشان ارسم البطرون لازم اعلمه الاول ازاي ياخد المقاسات ولازم اوريله الاول الجدول بتاع المقاسات بالنسبة للرجال وبالنسبة للحريم وبالنسبة للاطفال لان طبعا المقاسات بتختلف ده فرض والمقاس بيختلف من فرض الآخر ايه كمان ان اعلمه ازاي لو هو مثلا بياخد مرحلة من المراحل البطروني الاساسي للمرحلة دي يبقى انا اعمل ايه دلوقتي انا بتديله دلوقتي مهارة ولما احس ان هو اكتسب المهارة دي كويس ويقدر يقوم بيها اروح جاي بعد كده بتديله المهارة الايه المهارة اللي بعدها وهكذا تمام ايه كمان ان المهارات تتحول الى عادة تلقائية بتكرار التمهين انا لو كل يوم بعمل نفس المهارة وبتمرن عليها ما اصبحتش مهارة ده بقت عادة تلقائية انا رايح النهاردة شغلي ونتيجة ان انا كل يوم بعمل المهارة دي انا اقدر اعملها بمنتهى السهولة لان اصبحت عادة عندي انا بروح كل يوم اعمل البطروني الاساسي للموديل كذا فبخش اعمله ده مش كده وبس ده مش تكرار المهارة يعودني عليها ويخليها بالنسبة لعادة اساسية لا ده يخليني كمان اقن هذه المهارة لان التكرار ده بيخليني اجدها كويس جدا يبقى دي اسمها ايه اللي احنا قلناه ده كله هي المفاهيم العلمية اللي على اساسها اقدر احط خطة التدريب علشان في الاخر التدريب ده يكون في منه ايه هدف علشان في الاخر اقولني سياسة التدريب دي ايه نجحت تمام طيب هي ايه مراحل برامج التدريب يعني احنا قلنا انواع التدريب قلنا ازاي انجح سياسة التدريب قلنا إزاي أبني خط التدريب على أيوة بالضبط كده المفاهيم العلمية طب هي إيه بقى مراحل التدريب المختلفة هقول لك أول حاجة المرحلة الأولى هي التأهيل والإعداد المخطط إن أنا أأهل الأفراد اللي هيتم تدريبهم وخطط كويس أول التدريب ده إيه كمان المرحلة الثانية المدخل الفني لأي مكانة إن أنا أبقى عارف المدخل الفني للمكان ده المرحلة الثالثة التحكم في أداء المكانة كل دي اسمها إيه؟ مراحل برامج التدريب كأنه بالضبط بيقول لي هي المهارات اللي هبتدي أدربها للمتدربين وربعات فقلت له أول واحدة إيه؟ التأهيل والإعداد تاني واحدة المدخل الفني للمكان طب تالت واحدة التحكم في أداء المكان ده طب رابع واحدة التدريب على السرعة والتوافق أنا بس عايز أقول على نقطة لما هنيجي نشرح الحاجات دي إن أنا لما أجي أدرب أي متدرب وخاصة لو كان التدريب ده على مكان ومعدات خاصة بالملابس أو خاصة بالتريكو أو أي مهنة تمام؟ أخد بالي من حاجة مهمة جدا أول حاجة أركز على التدريب البصري والسماعي لإني أول حاجة بيبتدي المتدرب يبقى واخد باله منها قوي إن هو يشوف ويسمع اللي اتنين بيبقوا مع بعض يبقى الأول أجذبه للتدريب سمعا وبصرا طب وبعد كده أبتدي بقى أعمل إيه؟ أحرك بقى العضلات يبقى أنا أستخدم البصر والسمع والعضلات العضلات في إيه؟ في أني أبتدي أشتغل عمليا يبقى أنا كده عملت إيه؟ شغلت الحواس بتاعتي اللي هتساعدني في اكتساب إيه؟ اكتساب أي مهارة فأنا دلوقتي هعمل بقى إيه؟ التدريب على السرعة وإيه كمان؟ والتوافق بين حركات أنا إيديا مثلا أو رجلية تمام؟ مع حركة المكناة مع المنتج اللي بيطلع من المكناة دي يبقى أنا كده دول كم مرحلة؟ أربعة عندي كمان مرحلة إيه هي؟ تدريبات بقى عملية رحظوا كده إحنا ماشيين إيه؟ مهارة طلوة الأخرى مهارة وراء مهارة اكتسب المهارة الأولانية أبتدي أكسبه المهارة التانية طب إحنا ماشيين بالتدريب عملت له إعداد وهيأته وبعدين يبتديت أدخل على المدخل الفني لأي مكناة أو أي معدة وبعدين دخلت بعد كده على المرحلة بتاعت التوافق بين السرعة وبين الأداء طيب كده تمام أوتما ندخله بقى على التدريبات العملية وهي دي المرحلة إيه؟ المرحلة الستة يبتدي هنا بقى خلاص هيأته بصرياً وسمعياً وكمان ابتديت أشغل الأعضاء بتاعته اللي هي زي الإيد أو الرجلة حسب المكناة اللي هو أشغال عليها أبتدي أدخله على التدريبات العملية يبقى أنا أبقى شاطر وأنا بذاكر وبحفظ إن أنا أعمل إيه؟ أفهم لو فهمت الحفظ عمره ما يدير وعمره ما يطير لكن لو حفظت بس بفي ثانية هتجي تسئل السؤال تلاقي نفسك مش فاكر حاجة أفهم إيه؟ أني قلنا كل مرحلة يبقى وراها المرحلة يبقى أنا أركز الأول حددت إيه؟ المفاهيم وبعدين المدخل الفني وبعدين الأداة كل معدة الغرض منها إيه؟ وبعدين عملت توافق بين السرعة والأداة هي تمرينات لإكساب مهارات عملية إنتاجية آه أنا عملت له الأول تدريبات عملية بسيطة خلاص استفاد منها واكتسبها هدخله على المرحلة السادسة وهي تمرينات عشان أكسبه بقى مهارة الإنتاج هو أنا كل المهارات اللي أعمل أعملها دي وكل الأساسيات اللي أنا بعملتها عشان في الآخر إيه؟ أحصل من هذا المتدرب على منتج يكون جيد وكفقته تكون عالية وبالتالي سعره هيزيد وبالتالي ده هيعود علي بالإيه؟ بالربحية قعد بعد كده بقى المرحلة السبعة المرحلة السبعة بقى بتتكلم عن إيه؟ التدريب على العمليات الإنتاجية خلاص أنا وصلت بهذا المتدرب إلى المرحلة المهمة جدا اللي هي ممكن تكون أول مرحلة كنت تكاتبها في الأهداف ومالقي التسلسل اللي أنت قلته ده التسلسل ده كيفية عمل التدريب الخطوة الأولى المهارة المفروضة الأول المهارة الثانية المهارة الثالثة وهكذا يبقى المهارة اللي عندي السبعة هي التدريب على العمليات الإنتاجية تعالوا نمسك بقى مهارة مهارة أول حاجة المرحلة الأولى التأهيل والإعداد المخطط بيقول لي زي ما اتفقنا أن من الأفضل أن يكون هذا التأهيل على جرعات صغيرة طول فترة التدريب لأن المستجدين لا يتذكرون إيه بقى؟ أنا أثناء ما أنا بدرب لازم يكون الكمية من التدريب تكون إيه؟ تكون بسيطة ليه؟ لأن أي مستجد بيشتغل جديد أو رايح يتدرب لأول مرة النسبة اللي هيقدر يحصلها من 10-15% فقط من إيه؟ من حسة السم يعني هو ممكن يعد طول النهار عمال يسمع وكل اللي هيحصله من 10-15% بس يبقى أنا أخد بالي بقى بدل ما أنا قاعد طول النهار عمله عملية إيجاد لا أنا عايزة أهيله الأول دي أول مرحلة عندي يبقى أعمل إيه؟ خلي التوقيت أو المهارات أو المعلومات اللي أنت هتكسبها له تكون بسيطة لأنه هو أساسا مهما اديته من معلومات واسمعها كل اللي هيفضل عنده إيه بقى؟ من 10-15% من كل اللي تقيل طيب تاني حاجة عندي اللي هي المدخل الفني للمكن وتتضمن المعلومات والعادات الخاصة بالحفاظ على الصحة العامة والبيئة والأمن الصناعي هو أنا لما أجي أقول المدخل الفني للمكنيات هو أنا أصد بيه إيه؟ خلي بقى لنا كنا في قولة وتانية بناخد إيه؟ أمن الصناعي اللي أمن الصناعي ده كان الغرض منه إيه؟ إن أنا أحافظ على الألات والمعدات والعامل إن لو الآلة دي فيها أي عطل فيها أي بعض الأشياء البارزة اللي ممكن تسبب إصابة بقدر إن أنا أعمل لها بعض الحاجات أو بعض الأشياء اللي تخليني مأمن أو عامل جو عمل آمن حتة إن أنا أحافظ على الصحة العامة دي خاصة بالأمراض المهنية في بعض العمال أو الأفراد أثناء عملهم في مهنة معينة بيصابوا ببعض الأمراض المهنية يبقى أنا هنا المدخل الفني للألات ده هنا هعمل فيه إيه؟ هحافظ أو أخليه إزاي يعرف يحافظ على الصحة العملية وعلى بيئة العمل الموجودة والأمن الصناعي اللي هو إيه؟ اللي هو توفير بيئة عمل آمنة في جو إيه؟ في جو آمن للعامل زي مثلاً إنه يلبس مثلاً جوانتيات عشان تحافظ على إيه كمامات عشان تحافظ عليه من الأتربة أو الشوائب اللي ممكن تخشله نتيجة العمل في بعض المصانع أو بعض الأماكن اللي فيها أبخيرة أو غازات المرحلة الثالثة التحكم في أداء المكنة دي بتتشتمل إيه بقى؟ إن العمل على المكنة دي أنا مش أول ما هاخده عشان أدربه على حركة المكنة أروح لضم المكنة ويلا اشتغل وتمام لا أمه إيه؟ أنا هبتدي أدربه على المكنة دي بس من قبل مش هلضم مش هعمل لضم للمكنة لا 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 تمارين ورقية هكسبوا عليها مهروض هجيب كده وراء مرسوم عليه المكنة وقوله المكنة دي عشان أماجي ألضمها عملياً عندي هنا عمود البقرة بتحط عليه البقرة بالألوان المناسبة وعندي هنا بيتم لضم الإباء الخيط في مجموعة من الأدلة بعد كده بينزل على دليل الإباء بعد كده بيتم لضم الإباء في المقابل لي مثلاً لضم المكوك علشان لازم يبقى عندي خطين موجودين عشان عملية الحياة كتتم مثلاً لو في مصنع تريكو يبقى أنا مطلوب مني إن أنا برضو مش هلضم المكنة لا أنا هشرح له ده ورقية إن أنا عندي مثلاً الشمعداني الموجود خلف جسم المكنة اللي هو حامل الكونات بيتحط عليه مجموعة من الكونات حسب التصميم بتاعي وأبتدي كل ده ورقياً أنا مش هواديه ولا هلضم مكنة أنا بعمل إيه دلوقتي أنا ماشي معي من الأسهل إلى الإيه إلى الأصعب طب اديني مثال اديني مثال على إن أنا هشغل الأول على الورق وبعد كده أبتدي أروح بقى أعمل ده عملي قال لي التوافق العضل يعني لسه قيلة من شوية إن أنا هعمل إيه الأول هعمل إيه هقول البصر مع إيه مع الحس بحركة وضغط وصحبي أنا عندي أي مكنة هلاقي فيها مجموعة من التروس وصير من الجلد بيبقى موصل الحركة من المطور مثلاً لأجزاء المكنة فهنا هعمله إيه هنا هسمعه الأصوات أو هوريه رسم كروكي لهذا الشكل أثناء التشغيل بيتم مثلاً سرياني سير بالشكل المناسب فبينقل الحركة من المطور إلى أجزاء المكنة تبتدي تشتغل مثلاً لو دي مكنة خياطة طارت إدارة طارت الإدارة هتنقل الحركة إلى الأجزاء الداخلية المكونة للغرسة هتشغل عمود الإبرة الإبرة هتبتدي تشتغل يبقى أنا بعمل إيه هنا أنا هنا بعمل توافق عضلي بصري وحسي مع هركة ضغط وصحب الأجزاء بتاعة المكنة الإحساس والتحكم في اتجاه تغذية المكنة زي ما قلنا المثال بتاع إن أنا دلوقتي عايز أعلمه إزاي هلضم المكنة دي فابتديت أوريله شكل الحامل الكونات اللي أحط عليه الكونة ابتديت أوريله أنا هاخد الخيط وابتدي ألضم في جهاز الشد ومنه للصياد ده بالنسبة لما كانت التريق ولو ما كانت ملابس هبتدي عندي عمود البكر هيتم وضع البكر عليه وهبتدي أصحب طرف الخيط أدخله في مجموعة من الأدلة منه إلى دليل الإبرة وبعد كده إلى الإبرة يبقى أنا عملت إيه؟ عملت له إحساس جمعت بين اللي هو التوافق البصري والحسي تمام؟ مع إيه كمان؟ مع العضل المرحلة الرابعة هي التحكم في أداء المكنة هنا بقى الهدف منها إيه؟ إكساب المتدرب المهارات الأساسية للسرعة والتوافق البصري والحرك الاتنين مع بعض يبقى أنا بقى هنا هبتدي أعمل إيه؟ هبتدي أكسب المتدرب ده مهارات أساسية للسرعة لأن المكنة هتبتدي تشتغل سرعتها بتبقى متحددة وفي نفس الوقت هعمله توافق بصري وحركي يعني العين مع الإيد مع القدم أنا لسه أيلة إحنا بس مش هنقف بس على السمع والبصر إحنا بعد كده هنعمل توافق بين أكثر من جزء على العين على السمع على الإيد على القدم حسب العامل ده أو الفرد ده أو المتدرب ده هيروح يقعد على أي مكنة طب هي المكنة دي أو الآلة اللي هيقعد عليها هتحتاج منه موجود إيه عضلي ولا بصري ولا سمعي ولا إيه بالزبط تمام تمام المرحلة الخامسة اللي هي تدريبات عملية بسيطة كده أنا خلاص هيأته واحد اتنين تلاتة اربعة نيجي بقى للمرحلة الخامسة وهي بقى ابتدى دخلوا على تدريبات عملية بس تدريبات عملية إيه بسيطة مش هدخلوا برضو زي ما اتفقنا من البسيط خلوا بالكو كده إحنا عملين إلى الأصعب إلى الأصعب إلى الأصعب عشان في الآخر أنجح إيه أنجح التدريب بتاعي يطلع المتدرب عنده قدرة إنه هو يعمل أي حاجة اكتسبها زي أي مهارة اكتسبها للمكنة اللي هو هيشتغل عليها الهدف من هذه التدريبات إكتسب المتدرب مهارات تقرار الحركة والمناولة أصلي هو لو اشتغل على مكنة هيفضل وقت كبير جدا المكنة دي بيشتغل عليها كل يوم كلمة المناولة يعني إيه المناولة اللي هي تحريك الإيدين تحريك الإيدين أو لو هو شغال على مكنة هيستخدم فيها الأرجل تحريك الأرجل تمام كده إنه بيناول من مكنة أخرى من عامل لآخر يبقى أنا كده إيه أكسبته مهارة المناولة عن طريقة إيه التدريبات العملية البسيطة المرحلة الستة والسبعة بقى اللي هو التدريب على إكساب مهارات الإنتاج تمام كده يبقى دول السبع مراحل هنيجي بعد كده بقى متابعة عمال التدريب داخل خطوط الإنتاج دي خطوة مهمة جدا يا سنة ثلثة إزاي تدريب كويسة جدا وعملت مراحل وبرامج تدريب كويسة جدا وابتديت تقصب المتدرب مرحلة مهارة أخرى إلى مهارة تانية إلى مهارة تالتة وهكذا تمام ومشيت معاه من الأسهل إلى الأصعب وبعد كده خلص التدريب ورجع هذا العامل أو هذا الفرد إلى المصنع إيه اللي حصل ما حدش تابعه وأنا لازم أتابع للعلم متابعة الأفراد المتدربين بعد التدريب داخل المصنع هي ذات أهمية زي بالزبط وضع الخطة ليه هو إحنا لما قلنا من أنواع برامج التدريب التدريب العلاجي اتعرف منين إن الفرد ده مفروض يتعمله تدريب علاجي بالزبط نتيجة المتابعة فيه وحدة كده أو فيه مجموعة بيقوموا بمتابعة الأفراد بعد تدريبهم ووصلهم إلى مكان العمل يبتدوا يشوفوا هل هو المهارات اللي اكتسبها هو بيقديها بنجاح طيب بيقديها بنجاح يبقى كده نبتد نرأيه ونوديه تدريب للتراقي طيب هل هو المهارات اللي اكتسبها لا في بعضها نسيها يبقى عمله تدريب علاجي يبقى مهم جدا مرحلة هامة قوي هي متابعة عمال التدريب داخل خطوط الانتاج لازم ليه بقى علشان أحدد كفاءة العمل المستجد بعد التدريب مش كده وبس يتم ادخال العمال إلى الموادع التي تم التدريب عليها ورفع كفاءتهم وتشجيعهم على زيادة الانتاج أنا دربتك وجبتك ووقفتك على المكنة اللي تم تدريبك عليها أو في الوظيفة اللي تم تدريب سيادتك عليها اتفضل يلا أنا عايز بقى ايه وادلوا روح التشجيع يعني أحسسوا بقى ان هو ايه ان هو راجع ان احنا ان هو راجع ايه راجع هيجيد بقى ويطلع منتج ايه بجودة ايه بجودة عالية وقيم نشاطه التدريبي ابتدي بقى قيم النشاط بتاعه احدد هو محتاج تدريب علاجي لا مش محتاج تدريب علاجي ده هو محتاج يترقى لانه هو فعلا مطلع لمنتج بدرجة كفاءة عالية طب تمام يبقى ده يترقى طب لو هو مش ماشي كويس ونسي كل تدريباته يبقى عمل له تدريب ايه علاجي يبقى احنا كده النهاردة خدنا يعني ايه تدريب خدنا ازاي احط خط التدريب خدت ما هي انواع برامج التدريب ازاي انجح سياسة التدريب مش كده وبس المفاهيم العلمية اللي على اساسها احط خط التدريب وازاي ان انا اعمل مهارات او اكسب العامل او الموظف اللي هي المهارات المختلفة يبقى احنا كده النهاردة خدنا جزء من التخطيط اللي هو الباب التاني وان شاء الله نكمل الحلقة القادمة واتمنى ان انتوا تكونوا وفقتوا في فهم هذه المعلومات والسلام عليكم وإلى اللقاء